النظام السوري نظام لا يحترم المواثق والعهود حقيقة أكدتها وقاعع كثيرة على الأرض منذ عام 2011 وحتى اليوم انتهاكات جديدة للنظام السوري تمثلت بقصفه مناطق آهلة بالسكان في محافظة إدلب وهي بالطبع ليست الأولى منذ إعلان الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الخامس من شهر آذار الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب لم تنضي ساعات على استهداف قوات النظام وميليشياته الأماكن السكنية شمالي إدلب بالقذائف المدفعية والصاروخية حتى عاودت القصف الذي استهدف هذه المرة مركز المدينة ومدينة أريحة وقرية كفرية وكانت نتيجته مقتل سبعة مدنيين وإصابة العشرات ودمارا كبيرا في البنية التحتية لهذه المناطق هذا الخرق الجديد للنظام السوري تزامن مع تأكيدات بانسحاب قريب للقوات التركية من مواقع ضمن 12 موقعا أقامتها عام 2018 بمقتضى اتفاق مع روسيا فبعد انسحابها من موقع مورك تستعد القوات التركية للانسحاب من بلدة شيرمغار في منطقة جبل شحشبو بالريف الغربي لمحافظة حماة لتعيد انتشارها في منطقة قوقفين بجبل الزاوية في الريف الجنوبي لمحافظة أدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية انسحاب أكده ناشطون قالوا أن شاحنات وصلت إلى موقع المراقبة في شيرمغار في وقت متآخر من ليلي يوم الاثنين وبدأت بتفكيك المعدات اللوجستية والهنجارات والكتل الخرسانية الموجودة في الموقع ومع الحديث مؤخرا عن اتفاق روسي تركي يقضي بانسحاب نقاط المراقبة العسكرية في مورك وشيرمغار بمحافظة حماة والصرمان بمحافظة أدلب بشكل مبدئي تطرح تساؤلات كثيرة عن جدول اتفاقات والهدن طالما أن النظام لا يلتزم بها والتي تزامنت مع قصف لم يتوقف حتى اليوم من قبل النظام وميليشياته وروسيا لمناطق في محافظة أدلب بات الإنسان المستهدف فيه قبل الحجر